إذن فقد وجدت الأسواق الناشاء العديد من العراقيل خلال العام الماضي ما بين تجديد الاحتياطية الفيدرالي الأمريكي للسياسات النقدية وصدمات التضخم وارتفاع الأسعار ما تسبب في خسائر الأسهم والسندات ووصل الأمر إلى تخل في بعض الدول عن سداد ديونها ومع استمرار تحذير الخبراء الاقتصاديين من مخاطر ركود عالمي وشيك الحدوث في العرض التالي سنتعرف على ما الذي يخبئه العام الحالي للأسواق الناشئة إذن البعض يراهن على عودة قوية وربما كانت النظرة لاقتصادات الدول النامية متشائمة بعض الشيء مؤخرا لكن هذا لم يكن سببا كافيا لإيقاف المتفائلين الذين تستمر أعدادهم في الازدياد لأول مرة منذ عام ونصف العام رجحت كفة المراهنين على ارتفاع الأسهم ضد المراهنين على تراجعها في الأسواق الناشئة في شهر ديسمبر الماضي وخاصة بعد ارتفاع المعنويات الإيجابية خلال الربع الرابع من عام 2022 أما حالة ديون الأسواق الناشئة في عام 2022 والتي وصلت إلى 25% في الدول الناشئة وأكثر من 60% في الدول ذات الدخل المنخفض إلى حافة أزمة الديون بينما سقطت كل من سيرلانكا وغانا ولم تتمكن من سداد ديونهما للأسف العديد من الأسواق الناشئة بحثت عن أشكال بديلة للاستدانة في ظل أزمات العام الماضي كالاقتراض من البنوك الخاصة والمصادر غير الحكومية كانت باكستان هي الدولة الأكثر عرضة لخطر التخلف عن السداد في عام 2023 عودة الصين قد دعمت الاقتصادات الناشئة فمن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الصيني هذا العام على خلفية قرار بيكين بالتخلي عن سياسة صفر كوفيد ومن المتوقع أيضا نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.7% هذا العام ارتفاعا من مستوى 3% في العام الماضي إذن أيضا في ارتفاع الطلب في الصين سيعود بالنفع على الاقتصادات الناشئة وخاصة مصدري السلع الذين تعد الصين واحدة من أكبر شركائهم التجاريين وتمثل الأصول الصينية أيضا ثلثة رأس المال السوقي في معظم بؤشرات قياس الأسواق الناشئة كما يبدو خلال هذا العام لكن سيظل التضخم مشكلة في الكثير من الاقتصادات الناشئة هذا العام رغم أن تباطؤ التضخم في بعض الدول على خلفية تراجع أسعار السلع سيتيح للبنوك المركزية خاصة في منطقة أمريكا اللاتينية البدء في خفض أسعار الفائدة لكن أيضا من المتوقع أن يظل التضخم مشكلة للبنوك المركزية في نصف الأسواق الناشئة الرئيسية تقريبا حول العالم في هذا العام بعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة قد تبدأ في تخفيف سياساتها النقدية لكن يبدو أن معظمها سيتجه لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان يعتقد